اشتركوا في القناة في إعداد وتأهيل العديد من الكوادر العسكرية في مختلف دول العالم والعمل على تزويدهم بالخبرات والمهارات العسكرية اللازمة وشهد سموه بالتعاون الوثيق الذي يربط مملكة البحرين مع أكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية البريطانية منذ عقود طويلة والذي ساهم في تخريج أفواج متعاقبة من الضباط والكوادر الوطنية البحرينية في المجال العسكري وخلال اللقاء بحث سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع قائد أكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك